السلام عليكم. كان في صورة كنت نزلتها الضفيرة ديت او الوش ده يستخدم في كان عبارة عن السينون اللي قدامكم ديت على الشاشة. فانا عامل منها نسخة اخوات كده. هي ممكن تعملها بالنيلون ممكن تعملها بالبريد. بس هو الغريب ان الحريد مثلا سمكة الحريد تخاف من نيلون وتخاف من الفلورو كربون. بس ما تخافش من الحريد. ما تقول ليش لي يعني هي انا اعتقد ان هي بتعتبره عشب. يعني بتعتبره اللون الاخضر او اللون البني دولت من الاعشاب. وبتدخل عادي خالص او بتدخل يعني بحرس اقل من النيلون الفلورو كربون. فانا مجهز الوش بتاعي هوت. وهنرمي بيه نجرب بيه كده بعيش. بالشكل زي ما انتم شايفين كده. فكرة بتاعته بسيطة جدا مش محتاجة منك اي حاجة يعني. انت بس محتاج تربط السن الاول بس. وكل السنون التانية في الخيج. السن الاول هو اللي مربوط. السنون التانية سايبة في الخيج. طيب. ليه كده? هتشوف انا ازاي بطعمها على العيش. ازاي تحط العيش. هتشوفوا ازاي دلوقت انا ايه? هحطها على العيش. انا عاملها عامل حالي متر. وبعدين حطيت مدور صغير. واحطها في الناية. وهرمي رمية يد. هرمي بالايد مش هرمي بمقصبة. اي عقدة. يلا بي. جيبنا نص في نهوت. او اه سامولي زي ما بسموه هنا في السعودية. السن الاول. هتحطوا اي حاجة يا سيدي ما تحطوش خاطص. خليه حر. هنبدأ بقى نفرق السنون. واحنا مشيه. هتيجي اول لفة تلفها دي. خلي السن الاول داخل فيها بالمرة كده عشان خاطر العيش لما يبوش. ونبدأ بقى نفرق السنون دي واحد واحد كده. واحنا مشيه. كده. بالمنزر ده. طول ما انت بتلف على العيش. تخلي المنزر ده كده ايه? تفرق سن سن. طيب السيد ده بيعتمد على ايه? غلطة السمك. بيعتمد ان العيش بيبدأ يبوش. بيبدأ السمك يهجم عليه. السمكة بتغلط. بتيجي واحدة فيه ملاطشة في سن. خب السنون المستعملة ايه? اللي انا مستخدمها دي اه سن سبعة صيني. السبعة صيني ده عامل زي مسلا قريب من السبعة آآ قريب من السبعة الياباني ده. السبعة النرويجي بقى. هنيجي هنا بقى الخاية. هتعمل كده. بتعديها من حتى. تسعى. في المنزر ده. شايفين? عبارة عن فخ. يعني السمك يبدأ ايه جمي يأكل. حاجة فيهم تضرب في السمك. طيب واحنا عشان نخلي السمك يقامن اكتر. عشان نخلي السمك يقامن اكتر هنعمل ايه? هنجي على السنون دي ونحط كمان حتة ملعيش. حتة صغيرة. هنجيب ملعيش عشم التاني من المعانة. نحط حتة صغيرة على كده. حس تبوش بسرعة يبدأ السمك يجم اسرع. عشان ما تطولش في المنزر. جينا اهو. جبنا حتة لوب كده. اللوب ده اللي هو الجزء الداخلي الطري. وحطناه على السنون كده بالمنزر. انا اصد احطه ما يبباش قوي. يعني يا دوبك. ماسكه بس في الايد كده. كده. بالمنزر ده. انا مش عايزه يمسك قوي ولا حاجة. انا عايزه بس بما ينزل المية يبوش يغري السمك ان يضرب. عشان السمكة ما تخدش. ده كده المنزر النهائي. يلا بينا. سايب الخد بتاعك. بتكون المناسب اللي انت شايف. اللي انت عايز ترمي عنده. انا عايز ابعد شوية عايز مسلا عشرة متر. فانا مسايب العشرة. وهبدأ المنزر. وهنستنى بقى ايه غلطة السمك. السمك بدأ يحوم هو ما هو من تحت. انا شايفه. بس طبعا السمك زكي بره يعني. ما بيغلطش الغلطة بتاعه تنهجم على ايه حاجة دي. في شوية بوري صغيرين كده بدأ يخش عليهم. البوري طبعا بوري صغير ده. يعني غابت شوية يعني يضرب بسرعة. عن الاسماك الثاني. بس هو الميزة ان هو بيشجع الاسماك الثانية لما بيبدأ يقطع في العشرة. بيبدأ السمك الثاني يدخل متطمن يعني ان في السمك بياكل. ترجمة نانسي قنقر من كالقرار موسيقى الثاني من كالقرار لما انهي من كالقرار من كالقرار شايتينه عم ملموم على العيش عمالي ايه? هيكل فيه بالراحة اكيد واحدة فيما تغلط بتاخد قطمة كبيرة شوية بيوم السن فيما تغلط بتاخد قطمة كبيرة هناك واحدة مسكة ايه? اولة مسكة انا سايبه برضو لان انا عندي كزا سن والسنون حرة فهي مسكة في الخيط فعلا بس انا مش عايز اسحب لان بقيت السنون لسه مسكة في العيش نخليها يمكن ناخد كمان واحدة اتنين مع بعض نحن سيكون مليون لسهربة ملوخ لسهربة ملوخ انا ملوخ انا ملوخ انا ملوخ اذا انا وكده ازاهر لكم اكتر خلاص وكده عشان خاطر السمك هنجيب اللي طالع معنا طالع معنا ايه? واحدة نيسر ابل نقطة. خلنا اول سمك هيت. معنا شوية بوري كده يخش على السنورة. ربنا سهل كده يخش فيها حتة حلوة اللي حاجة. ماشا الله حريط. عم بحريط ايه? ماشا الله حريط. منتسلة طبعا شوية كده على البحر بس. نتخطي الكعب شوية كده. بس نلقفل المنظر ده اللي احنا هورنا هالك وبكده. بحبة السنورة المكعبين دولت هنخليهم برضو. بنعمل الخاية بتاعتنا الموتادة. نعمل بحبة السنورة. بحبة السنورة. منتشفة يحب الى السنورة. وحبة السنورة. حبي الشيخة تحف الهراء . سمكة 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 سمكة